دي الدين لكل إن شاء الله تقدر ثلاثة بس تحتورة ثم غور إعادة فتح ابتدائية الواحد وعشرون معدوم هو أقصى حلم سكان القرى ومداشر أناقو أزعبارا أطروش التابعين لبلدية بوسلام دائرة بوعنداس شمال الصيف لإنقاذ أطفالهم من كابوس قطع مسافات طويلة لأجل تمدرس جاءت تلميذ وقال الهنال الدشرة ولا تتطورت شوية الحالة ولو كان عدد الولاد بزاف وللأسف ما لم تدرسة مغلوقة حنا نطلب باش يحلوها باش الولاد سعنا مايروحوش يدي بلاسي وكات كيلومتر باش يقرأو لكن ذوك من الفين وثماني يحتضوا ذوكا زادت زاد كبرت الدشرة عدنا زاد شهر هنا وثلاثة تاعة أناقو يجيبوا أولادهم هذه اللي الموفيطان هذه اللي أبريدي بالله هذه اللي وذفة هذه اللي أونزرارة عامي داش نسارة من السارة موك ندرنا الاعتبار إلي كوليق إيوك نذيل ديق وضغر نورج ديق لدي طفلانة عمرها خمس سنين تقرف تحذيري في عين دكار لازم ننديها ونرجع من ذلك ما يكونش ترانسبورت كات كيلومتر تروحة بيوت وليا بي عندنا ذيابة في طريق عندنا الكليب حشاكم ومن جهة مدرية التربية التي أكدت أنها تتبنى هذه الفكرة وتنتظر فقط من الجهات التنفيذية إعادة إحياء هذه المشأة التربوية كمديرية التربية مستعدون في أي لحظة لإعادة فتح هذه المؤسسة طبيعا بعد ترميمها ولو بـ 60 تلميذ إلى حين أن يتحقق مطلب إعادة فتح أبواب هذه الابتدائية من جديد يبقى على والي ستيف حفظ ماء وجه هذه البراءة بتفعيل وصايا وزارة الداخلية للعمل على تقريب المقاعد البوتغوجية من محل إقامة التلميذ أكثر من ضرورة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر